تتصاعد الخلافات بين بايدن ونتنياهو بسبب إصرار تل أبيب على تنفيذ عملية عسكرية في رفح الأمر الذي يهدد بتحول في السياسة الأمريكية بشأن إسرائيل والدفاع عنها في الأمم المتحدة وقد يطال أيضا المساعدات العسكرية المقدمة إلى إسرائيل في حال اجتياح القوات الإسرائيلية لمنطقة رفح جنوب غزة ويظهر موقف الرجلين تصادم رؤيتهما بشأن إدارة الأزمة في المرحلة المقبلة خصوصا بأن إسرائيل لم تشارك حتى اللحظة أي خطط مع واشنطن بشأن الهجوم المرتقب ما هي طبيعة الخلافات بين بايدن ونتنياهو وما حقيقتها كيف ستؤثر على ملف المساعدات الأمريكية لإسرائيل وكيف سينعكس الوضع في قطاع غزة نرحب بضيفين من رمالة القيادة في حركة فتح مونير الجاغوب كما أرحب أيضا من القدس بالكاتب والباحث السياسي شلومو جانور أهلا بكم سيد منير الجاغوب أريد معرفة وجهة نظرك فلسطيني تتابع هذا الخلاف المتجذر المعلن بين بايدن ونتنياهو هل تعتقدون فعلا بخطورة هذا الخلاف وبأن الأمر قد ينتهي فعلا بإعاقة العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح مساء الخير وكل عام أنتم بخير ورمضان كريم بداية لا يوجد أي خلاف ما بين بايدن ونتنياهو بالعكس كل الأهداف التي وضعتها إسرائيل عملت الولايات المتحدة على تحقيقها وتطبيقها هناك التباين في وجهات النظر في إدارة العدوان على الشعب الفلسطيني وليس خلافا جوهريا ممكن أن يؤدي مثلا إلى وقف إمداد إسرائيل بالسلاح كل ما نشاهده ومن وجهة نظري الفلسطينية الخالصة ومعنى أعيش على هذه الأرض وأشاهد الممارسات الإسرائيلية وأيضا أشاهد الدعم الأمريكي والسلاح الأمريكي الذي يصل أقول لك بأن الولايات المتحدات تمارس عملية تضليل كبيرة بايدن وضع الانتخاب يطرنح أموره صعبة في استطلاعات الرأي يريد أن يحسن هذه الصورة خرج علينا بالحديث عن حل الدولتين خرج علينا بالحديث على بأنه اشتياح رفح خط أحمر رفح يا سيدتي يوميا تقصف ويقتل الناس فيها ويتم ضرب البنايات الكبيرة وانهيارها على الأرض وشاهدنا ذلك في عشرات الصور التي تأتي من مدينة رفح بالتالي هو الاختلاف فقط بموضوع أن الولايات المتحدات تريد كسب أكبر عدد من الأصوات من ناخبية تحديدا حزب بايدن بالتالي الجاليات العربية والإسلامية تفكر بأن لا تصوت باتجاهه يريد أن يرمم هذه الصورة خرج بكل ما تشاهدي أما الأهداف واحدة ولكن هناك تباين في طريقة الإدارة مثلا إسرائيل تقول إذا قررنا أن نخوض الحرب أو الدخول إلى رفح سوف نخلي السكان بايدن يكون نريد خطة واضحة هذا الموضوع لا يوجد به أي خلاف يعني هم متفقين على الاجتياح مختلفين على طريقة الإدارة ولكن موضوع الاجتياح والدخول وتصفية الفلسطينيين هم متفقين على الأهداف الأساسية لا يوجد أي مشكلة ما بينهم سيد شلومو جانور استمعتني وجهة نظر سيد الجاغوب ضف إلى ذلك بأن الإدارة الأمريكية الآن تهدد بربما تغيير يطال المساعدة الأمريكية لإسرائيل في حال أصر نتنياهو وفريقه العسكري لاجتياح غزة ما رأيك؟ أعتقد أنه يجب تمييز بين الأزمة الشخصية بين رئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو على صعيد شخصي وبين العلاقات الثنائية الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين الدولتين بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بالخلافات الشخصية فالخلافات الشخصية هي قائمة وهي قائمة بين أصدقاء وهذا على حد تعبير الرئيس بايدن نفسه وأيضا أقوال الناطق بلسانه أمس حيث قالت بأن هذا الانتقاد هو صريح ومباشر ويتم بين أصدقاء وهذا يدل على متانة العلاقات القائمة بينهما بالرغم من الخلاف هذا على جنب علينا نذكر بأن نتنياهو ليس هناك رئيس أمريكي خلال العقدين الآخرين الذي لم يدخل معهما في سجال علني أو داخلي في غرف مغلقة وقد اشتد الخلاف بينهما بين الشخصين سواء كلينتون أوباما ترامب والآن حتى بايدن في حين أن العلاقات بين البلدين لا تزال قائمة بل تزداد رساخة ومتانة يعني سيد شلومو هذا يجب أن نراه بسرعة سيد شلومو جانور يعني هذا الخلاف الجزئي حول غزة لا يمكن أن يربك التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة بالتحديد أو بين نتنياهو وبايدن بالتحديد هل هذا ما نفهمه نعم أعتقد بأن هناك موافقة شبهة أما بالنسبة لهداف الحرب القائمة في غزة وماذا عن المساعدات سيد شلومو سيد شلومو ماذا عن المساعدات ماذا عن المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل أمريكيا ماذا لو طرأ أي تغيير في وطيرة وحجم هذه المساعدات بسبب الحرب في غزة أو اجتياح رفح ألا تعتقد في هذه الحالة يكون التحالف الاستراتيجي بين البلدين مهددا التحالف الاستراتيجي لا يمكن أن يكون مهددا لأن الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل ركيزة هامة هنا في منطقة الشرق الأوسط وإذا أرادت الولايات المتحدة مواصلة البقاء والحفاظ على مكانتها هنا في منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على الحليف أو الحلفاء المعتدلين في السيرة الأمريكية فإسرائيل هي تشكل عمودا رئيسيا فيه ولذلك لا يمكن أن تستغنى عنه ولكن من جهة ثانية هناك تهديدات فعلية أمريكية ممكن أن تمارس ولكن إذا عدنا إلى سبب هذا الخلاف الحالي وهو موضوع رفع فلا يمكن استكمال إنهاء هذه الحرب أي وإزاحة حماس عن الساحة السياسية بدون أن تصل إسرائيل إلى رفع وهذا أمر سلمت بالولايات المتحدة كدولة وأيضا الرئيس بايدن الذي يشارك إسرائيل في رؤية حماس كخطر يؤدد أمن المنطقة لذلك أعتقد أن هذه التهديدات لا شك أن هناك دوغوط داخلية وأيضا من كبل المؤسسات نعم نعم اسمح لي سيد شلومو أعود إلى سيد الجغوب في الإدارة التي تمارس نعم نعم سيد شلومو دعني أعود إلى سيد الجغوب في هذه النقطة سيد الجغوب هناك الآن مخطط لاجتياح رفح الإدارة الأمريكية تقول بأن نتنياهو لم يشارك الإدارة الأمريكية بهذا المخطط وبتفاصيله هل تصدقون ما يجري فيما يتعلق برفح خصوصا أن هناك مشروع الميناء العائمة الآن سيدتي فضيلة ما يحدث هو أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبدلون الأدوار وأول على آخر كما يقال فلسطينيا هم سوف يدخلوا إلى رفح هم أصلا يوميا هناك قصف وقتل وتشريد للناس في رفح ولكن ماذا تفعل إسرائيل؟ إسرائيل تلعب لعبة لها علاقة بالرهائن ولها علاقة في جمهورية مصر العربية هي فقط تهدد سوف ندخل إلى رفح سوف نصل إلى معبر رفح سوف نحتل فلاديلفيا هذا ضغط على الأشقاء المصريين والضغط الآخر هي تعتقد على الفلسطينيين لأن الرهائن موجودين كما يقولوا في رفح بالتالي هي تستخدم ورقة الدخول إلى رفح كورقة ضغط ولكن في الحقيقة يوميا تقصف رفح ويوميا هناك شهداء يعني صباح اليوم 72 شهيد في رفح يعني هناك قصف على رفح وهناك ممارسة للعمال القتالية من قبل إسرائيل داخل رفح ولكن لا يوجد اشتياح بري وهذا الموضوع سيئان سواء دخلت إليها في دباباتها ومدرعاتها أم قصفتها من الجو فهو في كل الأحوال عدوان هل الآن الولايات المتحدة لتحسين صورتها وحتى لا يذهب ضحايا كثر أنت تعلم رفح الآن فيها مليون ونصف فلسطيني وأصلا هناك أربعمائة فلسطيني يعيشون داخل رفح أنت تتحدث عن مليون وتسعمائة ألف فلسطيني الآن داخل رفح يعني أي هجوم بري قد يستشهد عدد كبير من الفلسطينيين يفوق العدد الذي استشهد في الخمس شهور الماضية من هنا يأتي التخوف الأمريكي لا يريد إثارة العالم على إسرائيل بالتالي حتى لو إسرائيل ذهبت إلى الخطوة الولايات المتحدة تقول بأننا طلبنا ضمانات بعدم المساس بالأمنيين بعدم المساس بالبنية التحتية مع أن البنية التحتية دمرتها إسرائيل في رفح كما دمرتها في كل قطاع غزة فالموضوع كما قلت هي فقط عملية علاقات عامة إرسال رسائل ضغط على إسرائيل تمويه العالم يعني اعتبريها كما تريد أن تعتبريها ولكن هي في النهاية عملية تضليل أمريكية كبيرة في التعامل مع تضيئة الدخول أو عدم الدخول إذا كل قطاع غزة هل بقي الموضوع أكبر رفح لابد أن نستذكر وأن لا ننكر المواقف العديدة لبايدن والتي من الواضح بأنه ضاق درعا بأسلوب وسياسات نتنياهو لا يمكن أيضا عدم الاعتراف بذلك لا هو أنا أعترف بذلك وأقول لك بأن دائما نتنياهو مشاكس سواء كان مع أوباما سابقا والآن مع بايدن هو يحاول أن يبتز الإدارة الأمريكية بقدر المستطاع ويحاول أن يبتزهم أيضا عن طريق التحكم باللوب الصهيوني والانتخابات وبايدن عندما يتحدث عن الدولة الفلسطينية وهو أيضا يضغط على نتنياهو ويحاول أن يقول له بأنك ممكن أن تقع هو استدعى جانس إلى الولايات المتحدة حتى يلعب بعصابه حتى نتنياهو صرح في وسائل الإعلام وقال بأنه وطلب من السفير أن لا يستقبل جانس بالتالي هذه لا تختلف هذه تكتيكات إدارية يختلف هنا يتفق هناك ولكن الهدف الرئيسي هو العدوان والقتل والتشريد هذا موجود أمريكا شريك في هذه الحرب وشاهدنا الطائرات الأمريكية والسلاح الأمريكية أما العلاقة مع نتنياهو فهذه شيء والعلاقة مع إسرائيل كدولة شيء آخر يعني علاقة الولايات المتحدة في إسرائيل هي دولة عميقة مع دولة عميقة أما الرؤساء فهذا موضوع تكتيكي على ما أعتقد ما بينهم وبطريقة إدارة الحرب بطريقة النقاش بطريقة الاختلاف ولكن بالتأكيد هو ليس خلاف جوهري ممكن أن يأخذ الولايات المتحدة أن تصوت في مجلس الأمن لإيقاف الحرب مثلا لماذا الولايات المتحدة إذا كانت على خلاف لا تصوت على إيقاف الحرب أفضل من أن تضع ميناء عائم وتناشد بإدخال مساعدات وترسل المساعدات بالطائرات تستطيع أن تأخذ قرار بإيقاف الحرب هي التي في كل مرة ترفع يدها وتصنع الفيتو في المجلس الأمن بالتالي ممكن أن تخفض هذه اليد وأن يمر قرار وقف الحرب وتصبح إسرائيل مجبرة بإيقاف هذه الحرب اسمح لي سيد الجاغوب أدعوك وأدعو السيد شلومو جانور للتعرف على نتائج الاستطلاع الذي أجريناه اليوم على منصاتنا وسألنا طبعا هذا السؤال طرحنا السؤال التالي ما حقيقة الخلافات بين بايدن ونتنياهو وهل سيؤثر ذلك على الوضع الحالي في غزة 76% ممن صوتوا أجابوا بلا بينما صوت 24% بنعم يعني معظم هناك نسبة كبيرة سيد شلومو جانور هم أيضا يعتقدون بأن ذلك لن يؤثر على العلاقة أو التحالف الاستراتيجي بين البلدين ولكن كيف نفسر هذه القدرة وهذه الرغبة من الولايات المتحدة على بناء الجسر عفوا الميناء العائم في ظل عرقلة إسرائيل لدخول المساعدات كان يقول لك السيد الجاغوب هي قادرة على إقناع إسرائيل بوقف الحرب وبوقف التدخل في رفح وبضرورة إدخال هذه المساعدات أعتقد أن القرار بقامة الرصيف العائم في غزة والذي تم بالموافقة وبالتنصيق مع إسرائيل وهناك سجال بين بايدن وبين نتانياو من اكترح الممر البحري نتانياو يقول بأنه هو الذي اكترح في شهر أكتوبر الماضي ذلك ولكن الإدارة الأمريكية البيت الأبيض يقول نعم نتانياو اكترح ذلك ولكن لم يفعل شيئا في سبيل دفع المساعدات الإنسانية إلى الأمام هذا نوع من السجاج ولكن عودة إلى سؤال كالوجيه أعتقد بأن صبر الإدارة الأمريكية وأيضا رغبة الولايات المتحدة في ترسيق بوجودها ورؤية بأن موضوع المحنة التي تواجه سكان كطاع غزة حاليا يجب إيجاد لها حلا خاصة وأنه بإسرائيل أو نتانياو لأسباب داخلية ليس بوسعه الإفاء بتاهداته وتمرير المساعدات عبر المعابر البرية وأيضا فشل الإنزالات الجوية لوصول هذه الإمدادات جوا ولذلك المفر والمناصر هو البحر ولكن هذه هي محاولة أمريكية للالتفاف على الموقف الإسرائيلي على أي إجراء إسرائيلي تثبيت الوجود الأمريكي في كطاع غزة مد ميناء العائم متاسف رصيف عائم ولو هو مجرد مؤقت حاليا سوف لا يتم التفكيكه إلى الأبد أي أنه سيشكل نواة لميناء فلسطيني في المستقبل وهذه ستكون بمثابة هدية أمريكية للولايات المتقلل فلسطينيين سواء تحت الاحتلال الإسرائيلي أو في عطار أي كيان فلسطيني مستقبل ماذا تريد أن تقول سيد الجاغوب باختصار لو سمحت لي يعني السيد شلوم قال بأن الميناء هو باتفاق إسرائيلي أمريكي كيف سوف تلتف على إسرائيل تلتف علي بإدخال المساعدات الفورية بالرغم من أنه ستمضي عدة أشهر حتى ستصل هذه الإمدادات بصورة فعلية إلى المواطن الغزاوي المسجين الذي يعاني في هذه الساعة شكرا جزيلا شلومو جانور شكرا شلومو جانور الكاتب والبحث السياسي من القدس أشكر أيضا القيادي في حركة فتح منير الجاغوب من رمالله شكرا جزيلا لكم شكرا